نظم حزب الاتحاد الصالون السياسية بهدف المشاركة الإيجابية في حالة الحوار الوطني التي وجه إليها الرئيس عبدالفتح السيسي من أجل صياغة أجندة وطنية للتنمية وخلق حالة اصطفاف وطني حول أهداف الدولة في هذه المرحلة وجاءت ندوة الصالون السياسي تحت عنوان التنمية السياسية وأولويات الحوار الوطني بمشاركة عدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية تناولت ندوة تصورات المعارضة الوطنية لأجندة المشاركة الفاعلة والدور المطلوب منها لدعم القيادة السياسية في رؤيتها للتطور السياسي على الطريق لبناء الجمهورية الجديدة الحزاب كلها مجتمعة مع وضعها علشان تبقى لها فكر واحد وقلب واحد وتبقى بتساعد مش بتعارض بتساعد بطريقة إيجابية الحراك السياسي الموجود وأحداث تنمية ما يسمى بالتنمية السياسية تنمية السياسية في مفهومنا كحزب الاتحاد هي النقلة النوعية من الحالة الغير مرغوب فيها إلى الحالة المرغوب فيها وإحنا صعداء جدا بالحوار الوطني وصعداء جدا بالحراك السياسي لأنه هو ده اللي ممكن يحدث تنمية سياسية في البلد النهاردة احنا مجموعة أحزاب بتتوافق في الرؤى لها فكر ولها رؤية ولها إيدوليجيات ولها تؤيد الدولة المصرية فيما تم من إنجازات وتنقض بعض الأمور وسياسات الحكومة وده أمر مشروعه موجود الصالون إنعكاس لهذه الحالة واستجابة لدعوة رئيس الكريمة بالحوار الوطني وإشارات رئاسية مبكرة طبقة الحوار الوطني بالتنمية السياسية اللي حصلها في مصر الجزء منها كان مؤتمرات الشباب ومنتدات الشباب وثم تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب اللي أعطت دفعة قوية للأحزاب السياسية ندعو لجمهورية جديدة هذه الجمهورية الجديدة لابد أن يتحرك النظام السياسي فيها على الجناح إيلا جناح حزبي بسميه أحزاب المغلاة وجناح حزبي أخرا بسميه المعارضة لما إحنا باب نسمي نفسنا المعارضة الوطنية الرشيدة لأن إحنا مقترعين تماما من الهدف الأسمى للأحزاب السياسية هو دعم الدول المصري وعندما أقول دعم الدول المصرية ليس الدعم الحكومة المصرية لكن الدعم المصرية ده اللعاية الأشمل اللي بتشكل الرئيس بتشكل الحكومة بتشكل المحافظين بتشكل البرلمان بغرفته نواب وشوخ ترجمة نانسي قنقر